اشتركوا في القناة فالتحدي المقبل امام الحكومة لاقتصاد لقمة العيش وفرص العمل وامام الجميع اما فرصة الانخيرات بورشة العمل او البقاء بدوامة الحرتقات الداخلية او الصراعات الاقليمية ورزنة متى الملتهبة تخفيض اسعار الانترنت وتحسين الانتاج والخدمات هالخبر منوحلم انما صار حقيقة بطلب من رئيس الحكومة اقر مجلس الوزراء تخفيض بيقات الانترنت في لبنان لاكتر من 300 بالمية وورش العمل بيوجيرو بدأت ورشة العمل لاصلاح الشبكي انجاز فتح صفحة جديدة بالتعامل مع حاجات المواطن والوعود ما عادت حبر على ورق هالمشروع منو الا الاول منو الا اول الغيث بمشروع الرئيس الحريري لتفعيل الحركة الاقتصادية والاستجابة لطلبات الناس شو انعكاس هالخطوة على الاقتصاد اللبناني وشوري الشارع الاجوبة بها التقرير مع الزميل خالد ابو شارع الاتصالات بلبنان اعلى كلفة لاسوأ خدمة خبرية اصبحت من الماضي حيث عمد مجلس الوزراء بعد طول انتظار الى تخفيض باقات الانترنت لاكتر من 300 بالمية هم يترافع الامر مع جملة اصلاحات بالمراكز والسنترالات وادخال الفايبر اوبتكس لتأمين افضل خدمة للمواطنين بافضل الاسعار خطوة بتركة ارتياح كبير بالشارع وخصوصا بالظل الضائقة الاقتصادية اللي عم يعشوها المواطنين احنا بساطنا كتابة الخبرية خصوصا انو سمعنا جايه اسرع بكتير من قبل بقى لا من هني لهالوزير الجديد بهالخطوة بالبات كان يطلع علينا بال60-70 دولار تقريبا هلأ بتصور صرنا بال30-40 اكيد مهم كتير لانو اللي مش فايت فيا غاسبين عنو بيفوت لانو بتريح كتير يعني انا 3 بالبات واحد بيفوت فيا والباقيين شو اذا مزبوطة كتير مهمة وان شاء الله هادا الوزير الجديد كن عم يشتغل مزبوط شغلت انا عادة بياخد طبعا 23 5 جيجا بايت يعني بس عم بيخافتوه انا عندي الفة ده جاء اصلا افر منيح بيعطونا عادة ميزار 23 دولار 5 جيجا بايت منيحة بس لازم يخافتو شوال كلفة المكالمات هي مش بس هم ينزلوهم تسرع كمانا مش بس هي قصة او انو يزيدو الجيجا بايتات او هاكي اهم شي انتسرع كمانا انو اكيد لازم يسيل في التخفيضات لانو اصلا احنا عنا اغلى من غير محلات وغير بلدان يعني هذه خبرية كتير حلبة بتهم كل المواطنين وان شاء الله يضلوهم بهالهمة بالاضافة الى المنافع الفردية الكبيرة رح تنعكسها الخطوة ايجابا على بيئة الاعمال والاستثمار فالاتصالات والانترنت واحدة من اهم البنة التحتية جازبة للاستثمار وتحديدا بمجال علوم المعرفة والمعلوماتية هي ما نقصت بس تخفيض الانترنت هي نقلة نوعية نقلة البلد من مرحلة موجودين بقلبها على مرحلة يعني كومبليت لدفرنت على اللي نحنا كنا فيه كان الحنفية مسكرة مثل ما كنا نحكي ايام زمان ما كان فيه باندويتز الكلفة عالية بس ما كنا عنا نطلع الكلفة اكتر ما كنا عنا نطلع لنقدر نعطي المواطن نحنا خدمة بيرتاح فيها بيقدر يستعملها بيقدر يوصل للمبتغ اللي بدو ايه اليوم الكلفة نزلت السرعة تغيرت الانفراسكشر تبع الدولة كلها عيت عم تتغير رح سير في فايبر رح سير في فايبر تو دي كابينت وجيرو عم تشتغل الشركات الخاصة كلها عم ترجع تتحط مصاري وتضبط اللي عندها يعني صار في نقلة نوعية مختلفة جدا اليوم العالم كله متجه الى قطاع المعرفة هو القطاع الاساسي للاقتصاد الحالي والمستقبل بالتالي نحنا بلبنان اذا بدك كنا بعدنا كتير بعاد عن تطوير البناء التحتية اللي بتتعلق بهذا القطاع خاصة انه نحنا بلد بحاجة لتكبير حجم الاقتصاد بدون تكبير حجم الاقتصاد نحنا ممنع لا نخلق نمو ولا نخلق فرأس عمل بالتالي هذه الخطوة لو قتت متأخرة انها خطوة بالطريق الصحيح تخفيد اكلاف الانترنت وتخفيف الاعباء عن كهل المواطنين والمؤسسات واحدة من كتير امور عم تعمل علي حكومة استعادة انثقة لاراحة وتسهيل امور المواطنين منتابع ومنتقل الى اجواء عيد الموسيقى هذه المناسبة اللي بتحتفل فيها كل المناطق والنشاطات بدأت الاسبوع الماضي او بنهاية الاسبوع باكتر من منطقة مع فرق موسيقية وغنائية من بين هالمناطق جل الديب اهلي جل الديب بالتعاون مع البلدية احتفلوا قبل الموعد بمهرجان غنائي بشوارع البلدة وبمشاركة فرقة الكشف الماروني تقرير موسيقى شوارع جل الديب برقصة فرحة على ايقاع فرقة الكشف الماروني فبمناسب تعيد الموسيقى اقاموا جولي فني طلقوا فيها من الساحة الى حديق جل الديب عزفوا ومنحوا المنطقة حياة موسيقى برنامج غنائي وترفيهي وهيك نخلق جو حضارة بالثقافة جل الديب عم بتعيش بهجة وحياة جديدة يعني عم نعطي شوية حياة للضيعة مش معوضين عليها فوق كل الالام والمصاعب والمشاكل والاقوانين والسلسلة والفي بيقدر واحد في نهار ساعتين ثلاثة خمسة يفرح فيهم ويمبسط اكيدا احنا وان في فرح الكشف له دور ونحنا رسالتنا رسالة فرح رسالة سلام رسالة محبة موسيقى هالمبيدرة كانت من تنظيم بلدية جل الديب انية وعكست على تجار المنطقة جو من التفائل بحركة تجارية افضل موسيقى موسيقى نحنا تجار هوني انا عندي محلاتي هون في محلات عم بتسكير اذا عملوا كل شهر اشياء متل هدول اللي عم بيقلوا غير شكل مصير وان شاء الله يصير في حركة يعنونا جسر جل الديب لترجع متل ايام مدمين احنا من بعد ما نوقفوا الجسر صار البلد جل الديب ماتت ماتت كليا تجاريا هيدا اول بيت انو نشجع شوية اقتصاديا وسياحيا وكل شيء بيعمل حركة مدنية اخلاقية قدمع بنسمع اخبار عاطلة سنة نتمنى اولادنا يميلوا لهالنشاطات الحلوة موسيقى 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 من موسيقى الكشافة إلى موسيقى الفلامينكو والناي حيث شهدت حديق جلدي بأجواء موسيقية ممزوجة بين الشر والغرب موسيقى الفلامينكو هو من التراث الشعب الإسباني وبيتداولوا فيه عادة بكل الأوطان ومنهم وطرنا لبنان أنا بس البنت الوحيدة بيعزفناي ولبنان تقريبا صارت قالي كتير نادرة يعني قالي لا تشوفي حدا عم بيعزفناي عيوزنا موسيقى وفرح بها البلد إن شاء الله عطول تضلنا هاكي بها الفرح يا رب إن شاء الله أبسطين كتير فيها النهار عيد الموسيقى عيد الدرك عيد الأمن إن شاء الله عطول هاكي بيدلوا هون لعنا بالمنطقة بيعملوا كتير هاكي إشياء حلوة لأولاد المنطقة بلد عو سياسك أحلى إن هاي جالي الديوب موسيقى هي وحل الحياة موسيقى بين عبدون كتير منهم بحياتنا أنه هو بيروي العصاب الموسيقى بتجمعنا وأنه أحلى مافلد تكون أحلى من كل شي اللي عم بيصير هلأ أنه بتجمعنا كلنا من نشاطات عيد الموسيقى بيجالي ديوب ويحن نتقل هلأ إلى فقرة كلمة اليوم لنشوف كاميرتنا بمين التأت وشو هي الكلمة اللي اختنئ لكم ياها موسيقى يا حلوة يا حلوة وينيك أنا ناطريك على الباب ولك يا حلوة يا ريت بتشيل عندي لحتى أشوفك بعينيك كنت مبسوط 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 وبعدين آخر شي راحت المدى وهلأ أنا بدي أشوف لي أحدا ليه تنفيذي ما علي شي زماتي ما بيقصي الله يرحمها ما يغلو عندي غيرها ايه معلومة يتجوز ما في حسن منها الجايزة يا متبوزي سأليني ليش لأنه الإنسان اليوم بلا مرة ما بيشبه شي صحيح عنده ولد بس ولده ما بيحمله مثل مرته ما بدوش من يقلي إذا ما عنده مرة الواحد ما بيشبه شي واضبوط وله لي يا أستاذ بلا شو بقد بوحياته الأحسين ما بحرف كيف يعني معلومة برا أصلا بغناء للا لا لا معنى باللبقاح انت عمري انت عمري الله يخليلي عمري ويطول بعمره يا رب برمي هاك لشو مش كبيري والله يعني أنا بعدلك بالتسعة عشر لك يا أهلا بالصابية ما يتفضلوا تفضلوا تبنا شين هذي أشيني انت كيفك منيحة هي 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 خد مفتع على خده وممتوني ياكي يربان لحالينا هتا أعيوها كلمة اليوم أنا بدي عروشي خلص إن شاء الله ده بيديش عروش وحلوة انتك حالي محفوظة اشتركوا في القناة